السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم إن شاء الله نشترك معكم طريقة تحضير الكسكسو الزراع لأنه يتحضر بطريقة مختلفة وواحد السر اللي يجعل هذا الكسكسو هذا يجلديد بزاف والرائحة ديالوك تكون رائعة أتمنى إن شاء الله يجبكم أتفضلوا معي بشتفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركاته الليوم إن شاء الله نحضره بتجاج سأستعمل هنا معلقة ديال البزار البزار البيض فلفل أبيض ولمخلطين بجوج معلقة كبيرة ديال الخرقم البلدي معلقة كبيرة ديال الملح والزنجبي يعني معلقة كبيرة تكون عامرة مزيان ونضيف لها التوابل هدي كاس ديال الماء باش غدا نرقد فيهم الجاجة اللي كنكون وغسلناها بوحد طريقة يعني مختلفة كنكون رقدناها في البرتقال أو الليمون من بعد كنغسلوه مزيان وكنحكو عليه واحدة التومة والزنجبيل وكنخلي وعوتاني ترقد مزيان وعادة باش كنضيفوا لي هالتوابل هدي باش ميجيناش دجاج زفر في الكسكسو صافي بالنسبة التوابي اللي غنستعمل هي عفوا الخضر اللي غنستعمل هي اللي كتشوفوا معايا اللفت الصفار وهنا دنجال الدور دياله غي باش غي المنظر وصافي لعنا ما كيعطيش شي مضاق غي ما تكتروش منه باش ما يكحلش لنا المرق وهنا غنستعمل هاد القرعه هادي اللي كتجي الديده بزا سميتها بوتوغناطي لا توفرتو عليها لما توفرتوش عليها ماشي مشكيل هي كتتق المرقه سبحانه الله حتف لي سوب حتف لي سوب كجي الديده بزاف وحلوه المضاق ديالها حلو موما نستعمل ثلاثة ديال الانواع ديال القرعه و هاد الكسكسو هاد الكسكسو ديال الزراع كي بغي ما طيشا هنا غنستعمل هاد الخضره هادي تهي اسميتها الباني الى توفرتو عليها حتى هي ما طيشا ضروري يعني في الكسكسو ديال الزراع هي اللي كتلدد لنا هاد الكسكسو ديال الزراع وهنا البصل حتى هو كنستعمله بكمياء كبيرة هاد جوج ديال المسائيل كتجعل الكسكسو كي يجي الديد بزاف خلط ما بين البصل الابيض والبصل احمر هنا جاجا صافي درتها الطيب هي والحمص اه ومن بعد مني غدا طلع في شوية الغلية نضيف الماء اللي كيكون طيب ما يكونش بارد هنا غنمرو باش نوجدو اه يعني اه سميدة اللي غنحضرو هدا هو السر اللي كيجعل الكسكسو كيجي الديد بزاف والرائحة دياله كتكون اختلفة تماما يعني كتكون واحد الريحة زوينة بزاف سبحان الله اه هناك اه زراع فاش كنت في المغرب خليتو وحمرتو يعني في الفرن الفرن كتكون درجة ديال الحرارة دياله متكونش عالية وكن حمرو ومن بعد كنت ديو يعني كنت حمصو بحال كما كنت حمصو اللوز اول الكوكاو وكن ديو لعند الفران وكن لعند الطحونا عفوا وكن قلو لي يعني تحلونينا على شكل كسكسو هنا كيفما كتشوفو معاي غي انا كندير هالطريقة هدي كنا نغرب له كنزول غيديك الغليدة اللي كتكون في يعني السميدة اللي كتكون غليدة وكن نحتفظ غيبة الرقيقة هي اللي كنستعمل لان ما كيعجبناش حنا كسكسو غليد ولكن را ممكن تزول غيديك القشرة الغليدة و تخلطو يعني كل شي و تفورو هكذا الي كنك يعجبكم شوية كون الكسكسو خشن واحد شوية هالطريقة هدي ديو الأخت الزوج ديالي اللي جزيها بخير تشاركت معي هالطريقة عجبني بززاف يعني الكسكسو و جربتو عجبني و صافي بقيت كل عام كنحمر يعني الزراع و كنطحنوه و كنجيبوه معي المره اللي اولا را كنت طحن تغيي شوية باش جربناه و من بعد من اللي عجبناه و اللي كنا نطحنو هاد الكيميه كبيرة و كنجيبها معي و هاد سميده هدي انا كنحضر بها كيكا كنحضر بها الحرشة الحرشة ما تحتاجو تضيرو فيه حتى شي خميره و كجيل ديده بززاف إلا جربتو هاد طريقة ديال تحماص ديال هاد الزراع قولوها ليه في التعليق و ان شاء الله نشارك معاكم الوصفات الأخرى هنا كيفما كنتشوفوا معي يعني بس بستوب و حد شوية كيفما كنقولو حد شوية ديال زيت الزيتون و من بعد كنا نسقيه بالماء يعني ما تخافوش اللي تعجل ما يتعجل ما تتشي حاجه و خاء يعني وخط ضيفو كيميه كبيرة ديال هذا ما من المبتدئات اي وحده ما عمرها يعني دارت الكسكسو تشوف غيها الطريقة و تحفوها لا تخافش منه بالمرة انه يجيها يعني ما يجيها معجن ماشي بحل كسكسو سميدة البيضة هادي كتعجني لكترنا على الماء سافي من بعد ما سقيتو مزيان خليتو ينشف كنخليوها ينشف كيف ماشتو كل حباء لاختها يعني سبحان الله كيجي زوين بزاف هاد الكسكسو حتى مني كيب ديفور كتعطي منه واحد الريحة زوينة بزاف سافي كنا نبقى و نضيفه بشوية بشوية و كنا نحطوه حتى كي يفور الفورة اللولة بالنسبة للطريقة ديال تفور ديال هاد الكسكسو ما كنفوروش هنا ثلاثة المرات غيزوش تلمرات كافية سافي هنا مرات الفورة اللولة هنا بعد ما مرت يعني نصف ساعة على الجاج انا معا استعملات جاج بلدي كي ياخد شوية ديال وقت يعني فورت عليه الفورة اللولة هنا كيف ما كتشوفه معي بعد بعد سغنضيف البصل و غدا نضيف يعني الخضر اللي عرفتها غدا تاخد ليالوقت بالنسبة لففلة حارة يعني ممكن تخلي واحدة الاخر اللي كان ما كيعجبكمش الحار ولكن احنا كيعجبنا الحار يعني كنضيفها في اللول باش كتطلق مزيان الماضاق ديالها اه كي اللي ما كيعجبوش اه كي اللي كت تقولي يابعني كنستعمل بزاف توابيل ولكن انا ده بكنتشارك معاكم غي يعني الطريقة ديالي يعني كيفاش كنحضر يعني الاكل الاهل يعني الاهل ديالي والبيت ديالي يعني انتو ما كت اضبطي و دكشي على حسب دوق ديالي لكم حنا كيعجبنا التوابيل بزاف انا الماكلة ما كنش فيها التوابيل ما كي ياكلوهاش لي يعني مل في نحنا التوابيل و الحمدو لله و شكره لله على كل حال صافي هنا غدا نخلي الخضر طيب و غدا نمشي باش نشحر هاد البصلة هادي هي اللي غدا تعطيني واحد لده زوين بزاف بزاف هاد الكسكسو كنضيف غي شوية ديال زيت الزيتون و كنبقى نحمر فيها حتى كد تعليك مزيان و اللون دياله كي يولي أصمر هنا غدا نمشي باش ندير الكسكسو يتفور يعني المرة الثانية ما نحتاجوش يعني نفوروه ثلاثة المرات لان ناضيجة سميدة يعني محمرة يعني ما كيدر موالو هاد الكسكسو هادا دب عامين و انا كن نحضروا بهالطريقة هادي اما الاخت زوج ديالي راسينين و هي كتحضروا بهالطريقة هادي كي يجي الكسكسو عند هزوين حتى كتدير حتى ديال الشعير هنا اخذت واحد الكاس يعني اضفت فيه معلقة ديال الملحة و سافي كن نسقي مزيان كسكسو غي ستقيوه يعني كيف ما بغيتو رما كي وقع لي حتى شي حاجة كن نسقيه مزيان و نخليوه نشف غي نخليوه نشف دب هادي هي اخر يعني فوره حتى كن بغيو نقدمو و كان فورو ولا بغيو ننفورو عالمرقه يعني نفورو عالمرقه بغيتو تفورو هتا على الماء ماشي مشكل راه كي يجي لديد يعني وخا يعني وخام فور على الماء ماشي مشكل رامل يغدا نسقيوه غادي غادي شرب اذيك المرق اللي غدا نضيفو عليه هنا كيف ما كتشوفو معي صافي غدا نفس طريقة يعني كن بقى نحط بشوية بشوية حتى كيفور يعني باش ما تكتخنقوش هذك الكسكاس وكي بقى يخرج ليكم ما تحتاجوا تديرو لميكا لا قفال لا تشي حاجة هنا صافي سمن لي وجدت معاكم ها هو وجد شكرا انا مام الله يجزك بخير على طريقة طريقة ديالك زوينا ماما كنت قلت لي نخليه عام ولكن انا تقادل يسمن غان بدا نستعمله ما سمعتش الناصحة ديالك كاملة غدا نبدأ نستعمله لان اتقادل يسمن وغدا ناخد غي الكيميه انا ما كان نبغيش نبقى نخرج فيه ونعري عليه غدا ناخد غي الكيميه اللي غا تكفاني يعني الواحد شهرين ولا ثلاثة شهور على حسب وغدا نعود نغطي الكميه الثانيه ونعود نردها البلاكار هنا صافي وصلت يعني الكسكسو وصل المرحله الاخيرة دياله صافي غدا نحطه وغدا نمشي هنا نضيف البصل اللي شفته كيفاش حمرته يعني حمرته حتى اللون دياله حتى حتى ولات معسله ديك ديك البصيلة الماضق دياله هكي ولي رائع جدا يعني وخاوخة ديك البصلة الحمراء كجيب حلا زرقة شوية ولكن ماشي مشكير الكسكسو غي هي في الحطة هاد البصلة هدي حاولوا يعني تحطوها هيلت حتانية هنا غا نضيف السمن سمن راه ما مجهد باقي ما مجهدش بزداف لانه باقي يالله هذا ما عرفتش حال ديالشهور ده با بش وجدته هنا غا نضيف زيت الزيتون و الزعفران حتى هو كنخلي وهو اللخر الزعفران اللي خليته مرقد في الماء باش يتلقى مزيان يعني غيل الزعفران تهوه متكثروش الماطيشة السبب علش كنخليها هي هي اللخر غي باش ما تتحرقش لي يعني ماشي ماشي بالنسبة للماضاق ما كينش حتى شي ما زل الزعفران ايه علاق بالماضاق أما الماطيشة إلا ضفتوها في اللول كيلسق لكم يعني الكسكسو من التحت يعني من الأحسن حتى في الطواجن من الأحسن تخليوا هي اللخرى وحتى لا ضفتوها في اللول خاصكم تقو مرة مرة يعني تحركوا بالنسبة على الكسكسو تائما في الأخر كنضيف شوية توابيل باش كي يجينا لديد بزاف الكسكسو يعني لما را قطروا رفصار حكي بغير التوابيل لما كانش توابيل را ما كيجيش زوي يعني ممكن أي كسكسو يعني تجربوا أنا تلقى ديادي على المثال يا ماما دي ممكن كن ناخدوا واحد شوية ديا الكسكسو وشوية ديا المرقى هادي آخر حاجة وكن نضوقوا نشوفوا واشي جام زيان ولا لا إلا ما جاش مزيان كنعودوا نزيدوا التوابيل لأنه كان الخطأ اللي كنوقعه في بعث المرات هو حتى الأخير كنضيفوا يعني الخضر وهاديك الخضر كتزيد تشرب لينا يعني الدهون وكتشرب لينا آآ التوابيل وكتشرب لينا الملح ومني كنجي ومسطقة والكسكسو كيجي باسل صافي وكنضيفوا القصبر والمعدنوس والخضر اللي توفرنا علىه كنضيفواها بالمقلوب باش كتشرب لينا باش مكتشرب مزيان التوابيل و والناكهات اللي كتكون في الكسكسو صافي غدا نغطيه وغدا نمشي باش نوجد با الكسكسو وصافي دا باغا نبدو نسقي وانا حطيت هنا الدجاجة ومن بعد لابعتوا الدهنو اسميدة ممكن دهنوها باش مبغيتو سمنوا لزيت العود على حسب يعني الضوقة ديالكم ومن بعد غدا ننزل يعني الخضر نسقيه بطريقة اللي بغيتو من بعد كنزيدوا واحد شفية زيت الزيتون باش كي يضيف فعلا حسب الزيت الزيتون عتاني واش عندكم مجهدو لعن الماضق ديالو مجهدو للا الى ما كانش مجهد راه كيزيد يبنن هذا كسكسو ديال الزرع كي بغي زيد الزيتون كيزيد يبنو وخاصة اننا ما ضفناش فيه ما ديرينش فيه اللحم يعني مزينا اننا ندهنوه بزيت الزيتون اتمنى ان شاء الله تكون الوصفة ديال اليوم عجباتكم والى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائحه السلام عليكم اشتركوا في القناة